اشتركوا في القناة من خلال مجموعة محلات متعاقدي معها مروراً بتحولوا إلى متجر لإهداء البطاقات الرقمية أو الـ Gift Cards ثم تحولهم إلى شركة مركزة بشكل أساسي على تطوير حلول الأعمال للشركات اللي اتيح لهم سواء إدارة نقاط العملائهم أصدار بطاقاتهم الرقمية الخاصة أو حتى مكافأة موظفينهم من خلال بطاقات الرقمية يقدرون يصرفونها في رسالة أو في أماكن ذانية بحيث أنهم يحصلون على مجموعة كبيرة من المكافأات فالتجربة ثرية بنغطي كل محطة بشكل بس نقدر نستخلص منه التجربة بشكل جيد المحطة الأولى اللي كانت في الورد أنا بدي أركز بس على تجربتهم من ناحية كيف أنهم قدروا يستخدمون مجموعة أنظمة جاهزة أو حلول تقنية جاهزة ويربطونها مع بعض ويأتمتون بعض الآليات ويخلقون نظام خاص فيهم بدون ما يبرمجون أي شيء في موضوع البطاقات الرقمية بنتكلم عن ليش أصلا تحولوا من الورد إلى البطاقات الرقمية وش التحديات اللي واجهوها هناك كيف عادة يشتغل النوع هذا من البزنس وفي حلول الأعمال ومتكلم عن كيف أنهم قاعدين حاولين يخلقون حلول متكاملة تساعد الشركات أنهم يديرون ميزانياتهم في أي مكافأات يبغون يصرفونها للموظفين أو أي بطاقات يصدرونها لعملاءهم بحيث يشحنون محافظهم فيها تطبيقات وغيرها نقاش تهري وممتع أتمنى تستمتعون فيه كثير ما استمتعت فيه فأتركوا منام مع اللقاء حياك الله حاتم حياك أنا سعيد جدا صراحة أني استضعتك مرة ثانية كمثال استضافة الأولى قبل خمس سنوات عمر جدا كنت مستضيفة كعلا ما تكلمنا عن الرسال كلمنا عن تسويق الرقمي تسويق الرقمي وين سجلنا في فندق في جدة بصدفة أتقدر أو شي كنت بشكل كنت واهق ما أعرف كانت فجأ كده في الجوال في الجوال جوال إيه سجلناها جوال إيه كان في داعت البرنامج كنت اشترات قطعة من أمازون ميكروفون ركبه على الايفون منتحد بعد أن أقلب الايفون وركبه وحطه على قاعدة وخليها بيني بين الضيف خمس سنوات البادي بنامج ترامزون كثير اللي لاني تواصلوا معي في سبه الحلقة ديك معقولة أكسم بالله بس اللي أنا على الانستجرام على تويتر قلتي موقعك على نسبة ولا شيء اي لا زب ما أخذ نسبة سلولي أقول لك كيف التسويق لا لأنه ترفق وقتها أنا أتفكر حلقة ثانية حتى مع التسويق مع نايف القزلان حلقتين حتى شفت وقتها وأتصور إلى اليوم كان في يعني الناس يشوفون تسويق كأعلانات نخلنا نعلن مع يعني نشوفون من ناحية الترويج أكثر نخلنا نعلن مع المشاهير حلقة ثانية جميلة شفتها حلقة لا تنتح حلقت لا حق نايف والله حلقتك كانت حلوة حلقة نايف شفت اسمعتها فهما أخذها من ناحية التكنولوجي التقنية التقنية استخدام التسويق وجميلة صراحة ولكن هناك ناس كثير متخصصين في المجال هذا أنت ممكن تكلمت في وقتها كان شيء يعني عام عن التسويق الرقمي بضبطي عن التسويق الرقمي هم يمكن تدخل بشكل أعمق لكن حتى كتسويق رقمي ما زال لا أعتقد فيه عدد قليل من ناس احتوامه كثير جدا خاصة عن مستوى البودكاست وكذا ما في حلقات كثيرة بس كما تخصصين ما تحسين الى الحين قليلين قليل مركزين على الترويج أكثر من علانات مشاهير والتسويق الرقمي حلو المرة الماضية ما قدرنا نسؤل مع الرسالة معنى الرسالة من ذاك الوقت موجودة طبعا اليوم بنركز على الرسالة خاصة عندكم قصة تحول من بيع الورد أول ما بديتك كان صحيح عمبيبة طيب واتحولتوا البطاقات الرقمية طبعا فأنا مهتم معرفة تجربتكم مع الورد بشكل عام عندكم طبقتوب نموذج غير الشركات اللي الآن قاعد تشتقل بالقطاع هذا وليش اخترتوا قطاع البطاقات الرقمية تحديدا على الرغم انه الهواء مش قليل وكذا فقال نبدأ في موضوع الورد اول شي طيب احنا في أنا أعطيك بس القصة من يمكن أول مرة نشاركها ليش بدأنا رسالة قبل ما أقول لك ليش بدأنا الورد لو ترجع لو أرجع أنا للسبب الرئيسي ما هو والله هل السوق والحجم والمشكلة الكبيرة في السوق والكلام جميل لا هي الفكرة حقيقة أنا كشخص والشريك معي فؤاد قافلة كانت معنا من أشياء كثيرة أنا مشغول على أشياء ثانية كان لوسيديا وشغال في وعنده مشارية وكذا هو أيضا فقررنا نسوي حاجة قلنا بنسوي شيء أذكر فؤاد تواصل معي وقال لي في مقهى عندي كونسبت أو فكرة بسيطة لشراء الورود قال في موقع في اسمه بلوم ذات بلوم ذات في أمريكا يوصل على الدراجة في سان فرانسيسكو الجو جميعين الناس تهدي ور وإحنا قافلة معنا فقلنا ليش منسوي مثلهم لا أنا ولا فؤاد نفهم في الور شيء وإلى هذه اللحظة حالا لو تسألني إيش أنواع الورد ما أعرف فقررنا وقتا قلنا بنسوي شيء منصة سريعة سايد بروجيك مشروع جانبي نطقطق عليه شوي وقلنا بدل ما يكون شراء ليش ما يكون يهدأ إيصال خدمة من شخص لشخص فؤاد كان عنده واحد في جنوب جدة بيرسله واقعة ورد ما أعرف أنا حقيقة ممكن أقدر أقول قبل الرسال ممكن مرتين ثلاث دخل محلات ورد فلا أفقح أي شيء أسبوع فقط أخذ مننا طلعنا النسخة الأولية أسبوع حالي أنا كنت أروح محلات الورد أشوف محلات كيف يستخدمون فحقيقة أكثر شيء كان ملفت إنه المعظم المستخدمين ما يعرفوا أنواع الورد فيدخل يقولون اللي بغير يهدون اللي بغير يشتري أو يهدي في المحلات كنت أروح المحل كل يوم كل يوم أسبوع كامل أجلس في المحل أشوف الناس كيف تشتري وتهدي فالأغلب اللي يهدي يدخل يقول أنا عندي بكرة زواج أو الزوجة اللي قالت لي بكرة عيد الميلاد فأخلص عليه في جهز لباقة ظبط لي شاء الله تحلوها كده أخلص لي يعمل تزبيط الباقة وكده بسيط ويعطين فالأغلب فتح لي اللي كان إنه الناس مزنوقين الناس إنه مشكلة الحقيقية مو الورد بقدر ما هو إنه يبغى واحد يخلص له المشكلة دي إنه عادة عندنا ما نخطط كثير خاصة المناسبات اليومية وكده فتلاقي الواحد في اللحظة الأخيرة يخطط خاصة ورد يحس إنه الهدية المثالية للزنقات طبعا طبعا أول شريحة حقيقة مستاذبة مزنوقين فقلنا طيب كيف نعمل حاجة سريعة وتشتغل وتدخل فلوس ونجربها وقتها هل هو خطة ومشروع العمر والستارتاب اللي تبغى توصل اليونيكورن لا أبدا من الآن أقول لك ولا شي طقطق فخلال سبع أيام ستة أيام يوم سبت يوم أحد بدأنا المفهوم الأولي السبت اللي بعده بدأنا ندخل إيرادات منه طلعنا نسخة أولية على شوبيفاي وقتها والفرونت وزابير والشغلات الزحمة التكنيكالدي وربط ما وما سوينا إلى أن وقفنا الورد ما عملنا تطبيق ترى للمستخدم اللي هو محلات الورد أبدا ولا عملنا له شي أذكر جدكم فترة تستخدمون تريلو إحنا ملوك تريلو كي سستدين دراسة حالة على تريلو ما عملنا أي كودينك مرتبط بمحلات الورد بأي حاجة بالتسويق بأي شي هذا نودي بس أركز عن نقطة هذه لأنه على الرغم أنها قصة قديمة لأنه كثير إلى يومك ما يتحققون من الأفكار البزنس اللي هو يسونها بالطريقة البسيطة هذه فتريلو اللي ما يعرفه اللي هو منصة إدارة مهام إدارة مهام اللي تعطيك زي الكروت تديرها من خلال عام ميد وتريلو كان إيش نسوي إحنا فهمنا أو فهمي أنا وقتها لي مو المستخدم اللي يشتري لأنه رأي المحلات عندنا بالذات محلات الورد الأغلب ما يشتغل فيها رأي المحلات فتلاقي يجيب تاس من جنسية معين ويقول لهم أعملوا التصبيب هذا كلمة جنسية ما هو الكلام ده 2017 ما هو واعي للتقنية هو يعني حد يستخدم مواتساب ممكن فإحنا عملنا تريلو تعرف تريلو تقدر تعمل وتعملوا الديزاين نحطه للوغو الخاص في المحل الحق فهو يعتقد لوهلة لأنه هذا تطبيق ترخص هذا سيستم حقه سيستم ورابطينه في زيبير رابطينه في ميلشم رابطينه كل الخطوات في التسويق في عملية الطلب كل شي عملناها ربط سريع الواجهة فرونت عملناها المربوطة بشوبيفاي والفرونت طورنا بشكل سريع خلال سبع يام هو شغل وش العواميد اللي عند المحل حق تريلو طلب جديد نسله ككرت في كل التفاصيل كل طلب جديد يكون ككرت في عمود طلبات جديدة في التفاصيل في الرسالة الخاصة يعمل بوط تشيك بوكس فيه إذا ضغط تشيك بوكس إنه ما ضغط طلبة ثانية يعرف مين أنا تمام كل التجربة اللي اليوم في بعض الشركات جالسة تسويها ترى عملناها في سبوع بدون من يستثمر أي ريال حقيقة شوية اشتراكات تولز وجلست ثلاث سنوات أو أربع سنوات هذه النقطة وسدي أو أضحها للناس ممكن الغير تقنية اللي وما تعبثوا بالأدوات ذي ما يبوضح بالنسبة لهم الشوفي فاي اللي كان هو زي زد وسلة اللي هو واجهة للمتجر يجوا الناس يطلبون من خلالها زي بير هو الخدمة اللي تسوي كل أتمتها بشكل عام فتنتبه إذا فيه طلب جديد كنتوا ربطينها مثلا في الشوفي فاي فيه طلب جديد تروحت بتحكرت في تريلو في تريلو وبرضو ترسل إيميلها تتسوي لأتمت هذه كلها اللي كانوا فيه سيستم صاير حقيقة نحن وصلنا إلى إرادة 20 مليون ريال حقيقي هذا ممكن أول مرة أقولها بدون ما نعمل أي سيستم الله أنا أحترم صراحة الحلول هذه لأنه حقيقة أنا دائما أقولها لما يغذرسك عورك تروح من الصيدة اللي يعطيك الحقوق مباشرة صيدة اللي بياع الطبيب يقول لك ليش يضرسك عورك يكتشف أن فيه مشكلة ثانية قد ما يعطي يقول لك لأول مشكلة الآلة من أنه أكل شي بارد وشي كنت أدرا في البرودك فكرة أنك تتقنم صدور العميل صاحب المتجر حلال وير مشكلته ما هو والله ما ابني على نيتف ولا ما ابني على ما ههم التقنية هو يبغى طلب ينزل ويبغى سهل لأنه نوفر عنده الناس اللي تمشي عالي يجب أي واحد يقدر يشتغل بيرو على رسالة واتساب طيب طيب فأحنا قلنا لأمتاع أنت تستخدم واتساب زي واتساب بالضبط حل تنزلك الكرت تحرك الكرت والأمور تشتغل معك وحقيقة ما غيرنا شي ما قلنا لا ولا نعيد اختران عجلة إلى أن انتقلنا وعملنا التحول إلى القطاع الثاني وكل الأنظمة في الباك عندي مبنية على زيبير تريلو ميلشيم الأدوات هذه اللي أنا أصلا ما أحتاج استثمر كثير وقتها في البنية التحتية وكذا فقط فرونت واجهة فكان وصلنا وقتها إلى أربعين مدينة إلى أكثر من مئة وشخص مئة وعشرين كم كنت أخذ نسبة من في نسبة طبلا احنا طماعين أكثر نسبة وكننا أخذ اشتراعك على على السال الحين قاعد تدفع على سيستم مو بتباكس لا ندفع عليه صح طبعنا عملنا له عادة لا هو ستصورك تاخذ نسبة كبيرة طبعا تاخذ انت تعرف يعني إيش ربطها انت تفاهم في التقنية فتشوفها سهل بس هي عملية تربط مجموعة أنظمة مع بعض كل واحدة لا تكلف وإذا الناس سرسل من هنا إذا راح مع إنتركم مع إذا زار الموقع كان واحد مثلا في مجموعة تنظر وإن شابك حق الدعم فانت تبكيجها ويقول له هذا السيستم اشتغل طبعا اشتغل 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 أنت ما بنيت ولكن ربطت طبعا فقلنا هذا يشتغل تمام أنت تبغي الطلبات الطلبات هذه لها نسبة بي هاهم ها مش الربح معين كان وقتها تقريبا من بين 15 إلى 25 النواصل ها مش الربح الورد عالي وانت سوق مو بس ها مش الربح عالي شكل التكلفة وهيكل التكلفة ما تعرف فإنت لو عندك منتج واضح شكل التكلفة وتقدر لو عندك بيت تقول والله الاسمنت كده الحديد كده تكلفة العمال كده في هذا تكلفة البيت لماذا الورد وشو مشكلة طبعا أنت اليوم ممكن تغير في طريقة الرابنك حقها السعر النهائي اللي يعطي الانديوزر يختلف المجرد التغليف يرفع السعر أو طريقة تصميمه للباقة ترفع السعر مع أنه مع أنه نفس القيمة الوردة أو تكلفة الوردة ممكن نفسها شو علاقة كنت أخذ منه لا طبعا أنا لا لا أزعل لماذا لا احنا كان وقتها فكرتنا كيف ما تخلي يفكر بمعنى أنه يدخل في سبع باقات فقط وكل باقة ما نسميه ورد توليب أو شي فكنا نسميها بقصة وباقة اسمها ندى وما دل أيش والسوري وتعال نطلحها لك إذا تبغى تخصيص في شكل الباقي هذه فيها يعني حامش أعلى وإلى آخر فكان نبغى يدخل الموقع ما يفكر أبدا المستخدم لأنه أصلا نرجعنا محل الورد هو مزنوق فهو مداخل يختار كثرة الخيارات تحيره يختار يقول زعل المناسب يطلع للباقات هي نفسها سبعة تراجعة ندى نحن يطلع له زعل يطلع له قائمة رسائل يختار منها يكتب رسائل يأخذها حتى ما يخليه يكتب أصلا طبعا في العمل وقته تستكشف أشياء جميلة فيه ناس كان يدخلوا بس يأخذ الرسائل يأخذ بس يصل رسالة ويوقف يكتب نصر الرسالة خلف فوقته حطينا في الشاتبوت أنه تعال تبغينا نكتب لك رسالة ربما رسالة العودة على نقطة التكلفة أنا في النهاية الحين قاعد تبني بكيجات حق تورد وعارف تكلفتها أو مو بعارف تكلفتها عارف قيمتها اللي بتمدار فيها طبعا فوش علاقة كم تكلف؟ لا لازم أعرف لأنها مش عارف حقي ببني على تكلفته أيضا أنا مثلا بس كل تكاليفه تافة لا لا هذه نعم بس تعرف شريحة كبيرة وقتها تكلم من 2007 2008 أنا مثلا تبدأ تستكشف أن بعضهم يشرجوا عليك أو يدفعوا في قيمة الباقة فاتورة الكهرباء حقيقة والله وجدنا أنا أعتقد وقد أكون مخطئ لأنني خبير في المجال بس أعتقد في الورد تحديدا القيمة كلها تخلق في شكل طريقة التقديم طريقة التقديم شكل التغليف لكن لو تأخذ المكونات نفسها التغليف الورد نعم ما تسوأ نحن كان نبغى برضو الثيمة والشكل العام إنه ما يكون مزعج ما نبغى أي حاجة فنبغى طريقة الباقة طريقة التغليف طريقة الثيم الحاجم التفاصيل هذه ما رح أدخل فيها بس أعطي معايير معينة يبدأ يشتغل عليها وكم سنة قاعدت تشتغلوهم في الورد سنتين ثلاث سنتين ونوص تقريبا ودخلتوا فيه خلال 40 مليون لا نحن نتكلم عن الورد والدجيتال نحن طبع حتى في الـ وفي البداية ما استخدمنا السيسنة عملنا التربية لا بس قبل البداية كنتوا بس ورد بس ورد نعم اي مش خلاكم توسعون أو تنتقلون حتى تتركوا طبعا القصة طويلة جدا أنا أقدر أقولك إحنا 2017 بدأت تشغيل 2019 حقيقة بالنسبة لي تأسست الرسالة لأنه أنا وقتها تفرقت قول كان طبعا مشروع جانبي نطقطق فيه يعني ما هو مشروع عمر أو مشروع استثمار طويل الأجل وكذا فكان مشروع جانبي في 2019 بدايته عملنا جو الاستثمارية في الربع الأول والثاني تقريبا ووقتها طبعا بدأنا نطلع نتوسع على مستوى أي شيء لعلاقة بالقفتي أو الإحداء فإحنا ورد وبعدين نقولنا أوكي هذا ورد عالم الكلاسيكي في الإحداء وكذا خلينا نبحث عن القفتي القفتي ونجرب طبعا المفهوم للقفتي القفتي مختلف عن اللي ممكن نشوفه في السوق البطاقات الهدائية البطاقات الإحداء وبطاقات اللي فيها رسيد اللي فيها رسيد ألف خط تحت رسيد هي بطاقة نوع من النوع بطاقات مسبقة الدفع في العالم تعريفها في القطاع المالي محدودة الاستخدام أو يسمى closed loop وعددت استخدامها بطريقة معينة في طار زمني معين لنقيمتها تستخدم فقط في نقطة معينة بس هي تدخل أصلا تحت البريبيت بيمينت أصلا للدفع المسبق في العالم في القطاع المالي كتشريع مو كتشريح كتشريع كبنجة رقمية وكتصنيف لأن عملية إصدارها تقريبة من طريقة الإصدار المعالجة وإصدار البطاقة العادية البنكية البنكية أنا أتكلم وقتها لما نطلعنا قررنا نقولنا أوكي فنطلع gift card كمان نوسع الخيارات ليش؟ واحد من الأسباب اللي خلتنا نبدأ gift card وبطاقات إهداة كده في مجال الإهداة طبعا كان فيه موسم جدا واحد الأصدقاء كان عندهم دوبت عين في شركة فطلعوا من عندهم ياخد الشركة هذه قالوا تعال سوي قولاً للأخد فواحد مننا الشيء قلنا له تعال نطلع قسيمة شرائية أو بطاقة بطاقة هداء ونبدأ نرسلها لبعض العمال نستهدي بعض العمال اللي عندنا إنهم ترى تقدر بالبطاقة هذه تهديها الأحد وتطلع رحلة ياخد أوكي أوكي فاشتغلت شوي جابت أرقام جيدة بعدين قلنا أوكي تعالنا عندنا يحسبها احنا ليش سوينا ورد ليش الناس يهدي ورد معظمهم جيلنا جيلنا الكبار شوي الجيل الجديد ما ما هو ما يعبر ما يعبر بالورد يعبر بعشيه ثاني عبر باشتراك في منصة XYZ اشتراك في لعبة في نتفليكس أي غيرها فوقتها طلعنا وطلعناها مع شركة دي اللي شغالة في موسم جد وقتها واشتغلت معها فقلنا وكي خلينا نعمل تيست أو تجربة بطريقتنا طبعا سرعة على الانترناشنال كاب بطاقات العالمية الـ iTunes فاشتغلت حلو أنا العالم هذا الرقمي المرتبط البطاقة تفهمه تماما بس وشلون سوى التجربة فيه طيب جبنا من من أحد الموردين العالمين بعض البطاقات الخاصة شرائتها يعني من ايه شرائنا وقلنا نجربها نعمل تيست ونجربها على شرائح معين على سواء شريحة عملاء أنا أو شرائح جدد وشلون حطتها في المتجر حطتنا في المتجر فتحنا بسم وسميناه كده طاقة رقمية طاقة رقمية جرب وبس اخترنا يعني اخترنا بنوعية معينة نجرب فيها الأيداء وتجربة جديدة وقتها طبعا عالم أنا أنا مهتم فيه أكثر من الورد أصلا حقيقي أنا لا أذكر في حياتي إني بحث عن نواع الورد في جوكل ولا أذكر في حياتي إنه لفتني محل الورد فتح جنب البيت أو لا وحقيقي يعني وأنا دائما أقوله إنه زوجتي كان مستغربة ورد حقي وبالحق ينت طيب فتحنا وقلنا لدي موقع جديد يعني فشاهد فعالم البطاقات أنا أعرف البنية الرقمية حقه اشتغلت في باء في قطاع مصرفي وأنتخل فيها جيدة في البنية الرقمية وكده فأعرف إنه هو يدخل تحت قطاعات اللي هي التعامل مع الأموال ويعني بعض أرصده وفلوس وأنا أحب هذا لأنه تقدر تبتكر في أشياء هنا تقدر تبدي مونية رقمية بس أنا ما شفت وجه شبه بينه وبين الطاقات البنكية حقي أنا الناس كان يدخلوا فيها حيجي حيجيك التشابه في القطاعات في الطاقات البنكية بس حيجيك المرحلة الثانية نسميناها رسالة 2.0 هي في ورد بس طلعنا معها فالناس كان يستخدموا إهداء إهداء هذا الكلام في 19 فوجدنا الأرقام تقول الأرقام حقي تقول والله فوق 70% مستعدين يروحوا للقفت كار الإهداء واستخدام البطاقات الإهداء نعم والويرد أقل كنسبة مع أنه أقدم طبعا معنا طب هذا النقطة نقطة ثانية طيب لازم تختار حل؟ تقول والله إذا قررت وقتها وقررت إذا تبغى تبني شركة لازم تبني المنظمة كاملة اللي فيها الإيكو سيستم البنية الرقمية وبنية تقنية عشان تعلموا كده فتيبغى ورد ولا تبغى هذا عالم في ديليفري في توصيل وفي تعارف والربط مع محلات وهذا عالم مستقل فلازم تختار ما تقدر تحط صالون حلاقة في غرفة النوم ما تجي هذا بيت وهذا صالون حلاقة مستقلة تماما فوقت قلنا أوكي خلينا أن تنتهي 2019 الأرقام منتجهة هذه طبعا زي ما أرجع قلت لك أنا العالم هذا أفهم وكيف إحنا ممكن ندخل منه أو نبتكر عليه منتجات تطور عليه أفكار منتجات زائد كيف نقدر ننوع في مصادر الدخل اللي فيه لأنه إذا أنفد خلوه مجرد أنك تبيع بطاقات طبعا هم مش ريب هم مش ريب حول منافسة وإلى آخر فحقيقة وتواصلنا مع واحدة من أكبر الشركات في السعودي في المنطقة من أكبر المتاجر الرقمية الإلكترونية فعرضنا إحنا عليهم يقولون إيش رايكم نشتغل ونطلع بطاقة رقمية لهم هذه الجهة إراداتها عبر البطاقة الخاصة فيها أظن 100 مليون دولار في سنتين ما شاء الله طلعت منها بيزنس طلع منها بيزنس كامل بس كيف كيف تصدر الجهة بطاقة رقمية خاصة فيها طبعا الأغلب كان ترى يصدر يقسل شيء يطلع كود ما يعرف إن هذا الكود فأنا كم مثلا عندي شركة أبغى أبيع أرصد للعملاء من خلال البطاقات الشحن هاي بالضبط كأنها قاسيمة شرائية بالضبط فأقول لك رسال صدر لي بطاقات شحن قبلها قبلها والمعظم في السوق هو يتعامل معاها ما هو فاهم أو ما هو متفهم النموذج المالي حقها بمعنى أنت اليوم لما تصدر بطاقة ما هي أكسل شيت تحط فيها رقام هذا غير يسوي عشر حلو خلنا بس نتخيل الموضوع بهذا الناحية أنه أنا الآن كشركة أبغى أخلي الناس يقدرون يشترون بطاقات شحن لأرصدتهم في تطبيقي طبعا مثلا وش يمنع أني أروح أخلي في السيستم يطلع كود خمسين كود كل واحد له قيمة معينة أو كلهم نفس القيمة وخلاص إذا أستخدم حط الكود هذا ينشحن للمبلغ فلاني صحيح ليش أجي الرسال قبل ما تجي بغضا رسال موجودة أو موجودة هذا رصيد لوكي ما عندك مقابل مالي له كيف أنا الآن إيه بزي رصيد بيستخدمه عندك مقابل مالي له يغطي كيف مقابل مالي له يعني اليوم لو صدرت أنت مشهور من برنامج سوال بيزنس ألف بطاقة كل بطاقة مليوني بألفين ريال وهذه البطاقة اثنين مليون لو البطاقات هذه جيت أنت اليوم قفلت البزنس حقك هنا جيت تستخدمي البطاقة هذه الاثنين مليون أنا نتقلزك ما في ضمانات يعني إيه طبعا وهذا واحد هل في أحد يطلب ضمانات مو قضية يطلب هذه مديونية تسجل ترى على الشركة لكن زي نقاط الولاء اليوم لما أنا صدلك نقاط ولا ليش البنك ولا شركة الطيام تقول لك تعال استخدمها عندي أو استخدمها عند الجهة الثانية ليه ده أنا مديونية عليه لازم عشان يعرفها كإراد لازم تروح تستخدم عندي شريك أو ترجع تستخدم عندي هي تسجل عندي ماليا كمديونية إيه بس هو يسجل أنت اليوم لما نأجي أو كالتزام كالتزام نعم كالتزام حل الالتزام هذا إذا ما عندك شيء غطيه كيف حتصدر أنت البطاقة دوكي على أي أساس تبيع على الناس بس ما نتكلم من جانب الشريع نتكلم من ناحية إدارة البزنس إدارة البزنس فأنا أقدر أصدر لو كي بالشكل لذا أنا أصدر مليون بطاقة كل بطاقة بمئة ريال هذه مئة مليون وأبيعها وأطلحها الله ونستيشتريها وبعدين أنا أقفل البزنس حقي من ناحية الإدارة المالية أنا معك بس وش القيمة اللي تضيفها هايجيك والله هشرح لك بشيء بس هشرح لك القصة وبعدين ندخل ممكن في التفاصيل النقطة الأولى عشان بس نختصرها عندك تخطيها مالية وعندك سيستيم وعندك وعندك طيب فنرجع للنهاية 2019 فوجدنا أنه نرقام هنا أعلى هذا واحد كنت سبعين خمسة وستين في المئة تقريبا راح أكار شيء ثاني أرجع أقول لك البنية الخاصة بالكار لازم لها أربع أشياء تصدير الكار البطاقة إدارتها توزيعها واستخدامها ريجيم حقها صح؟ استخدامها في الشبكة زي ما شركة البدفوع الكريدت كارد في العالم ستار كارد واللي فيزن هي نفس الشيطر هي تصدر وهي تدير صح؟ مع تعمل البنك مع موظفين البنك يوزعوها وهذا كالمستخدم النهاي كاعدة صغير نفس المنظومة تمام؟ حل هذه المنظومة نحن لما نجي لما وقت معظم اللي في السوق أو معظم اللي في المنطقة شغال على نقطة توزيع فقط أنه عنده منصة أونلاين ويوزعها تمام وغالب أنت عامل مع ناس مردين يخدموا منطقات فلما نشوفنا تعال هذا تعال عندك ورد وعندك هذا هذا منظومة وبيزنس وفي شحن وفي توصيل وعالم مستقل وهذا عالم مستقل لازم تختار واحد رقمي واحد توصيل لازم تكون حاسم وواضح طب وفي كل المعايير اللي احنا وضعناها احنا لازم أروح للكار لأسباب كثير وحشرحها بس كان احنا مقررين في نهاية 2019 أنه في 2020 خطة التحول والتحول من فقط ترادشنال قفت وورد وكذا إلى العالم هذا من العالم التقليدي إلى الرقمي بشكل أكبر والاستثمار في بنية رقمية وبناء المنصات اللي هي المنتجات الخاصة منتج خاص بإصدار الباقات منتج خاص بإدارتها منتج خاص تقني بتوزيعها ودستربيوشن API والربط التقني مع كل الجهات ومنتج خاص اللي يساعدني بالردامشن اللي هي اللي تستخدم استهلاكها طيب جد كورونا في جد كورونا طبعا أنت لازم تغير في الخطة وتغير والعالم حايسة ما حتفاضي أصلا يعيد التفكير معاك فقمنا وكي في كورونا قلنا وكي ما رح أقفل الورد احنا خطتنا كان في بدات عشرين عشرين نقفل الورد نهائيا ونركز هنا ونكبر الخاص بالكارد احنا كان عندنا وقتها فقط منصة رقمية تيباع فيها الورد ويباع فيها البطاقات فالمنصة هذه كانها توزيع كان نقطة توزيع الناس يدخل يشتري منها الأفراد ولكن حقيقة أنا كان هدفي وهدفنا أننا البطاقات هذه نقدر نبني عليها ألف بيزنس والآن هنتكلم فيه مكافأة تقدر في دونيشن لتبرعات تقدر تبي أشياء كثيرة فجاء عشرين عشرين لما حوست كورونا قلنا أوكي أقول لك لا تقفل الورد لأنه فيه ناس برضو شغالة فيها والآن وتعرف وقتك أن فيه حاضر على مدينة يوم بعدين حاضر يفتحوا فالوضع ملخبط فما تقدر تتخذ قراري استراتيجي بدون رؤية واضحة في الشكل الاقتصادي اللي صار فقلنا أوكي نخليها نأجلها شوي بس ما نستثمر في الورد كثير وحقيقة ما استثمرنا ولا وظفنا ولا توسعنا ولا شيء في عشرين عشرين وركزنا هنا أكثر على القفت كار البطاقة الرقمية وقلنا أوكي أنا عندي مناصة خاصة بالأفراد الناس يدخل وتشتري زي ما قلت لك بدانا بحق الموسم بعدين بعض المتاجر المحلية وبعض المتاجر العالمية وقلنا أوكي إيش ني بغى نسوي هنا في خيارين فيه أنك تشتغل زي كزي الباقيين وتوزع أنا أستقيل واجهو سي البيت حقيقي وهذا الكلام توزيع البطاقات أي أنا الكلام حتى بغض النظر على الرقم حتى لو كانت الرقم مغرية إذا ما كان فيه تقدر تخلق منظومة متكاملة في المجرد ولا يعني أقدر أجيب أي حدا يشتغل على إذا أنت مجر بيع بطاقات فعليا زي كزي غيرك أي برضب والحرب على السعر برضب فقلت لا تمام واتفقنا وكتحت مع مجلسة إذا قلنا خلينا نجرب حاجة خلينا نشتغل بي تو بي قطاع الأعمال بس ما رح أشتغلها توزيع أنا حابني منصة على البطاقات هذه سمينها قلي 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 هي عبارة عن منصة خاصة للمكافآت والحوافز للشركات حيث يكافوا منظفينهم أو يكافوا عملائهم ويحفزوا إلى آخر يعملوا فيها مسابقات يعملوا فيها مكافآت سنوية شهرية حوافز المبيعات إلى آخر قلنا خلينا نجرب اليوم هذي استخدموها 250 كوربريت شركة كبيرة جهات حكومية ما شاء الله أخذنا عليه جائزة أفضل تقنية مستخدرة في مجال المكافآت في المنظمة اللي اسمها Incentive Marketing Association العالمي اللي في مجاله الأكبر شيء المنظمة عنده في عشرين في تقلب الشهر سبعة وثمانية طلعناها بنينا فريق صغير اسكندرية وقلنا هذا فريق تقنية مع البرودكت أونر ومدير المنتجات ونخلينا نجرب نطبخه وكيف تشتغل كيف نخليها هذه البطاقة نطلع منها فاليو وطلع منها ما استهدفت مكافآت الموظفين لأنه مجال كبير يمثل تقريبا عشرة في المئة من عالم استخدام البطاقات الرقمية عالميا عالميا حالم البطاقات الرقمية اللي هو المحدود اللي هي وكذا قيمة الحالية واحد فاصل سبعة تريليون دولار في العالم عشرة في المئة منه رايح مكافآت موظفين مكافآت عمل فقلنا أوكي تعالي بني منصة سميناها قليل ونجربها و نبني لها فريق خاص ونبدأ نشتغل فيها في البيتو بي نقول له تعالي شركة واحدة من المشاكل حقهم اللي تبنيها هو ما يهموا الكارت في الأخير الشركة هو يهموا التجربة إنه أقدر أهد أعطي الموظف اللي أنا أبغاه وأحدد وأقول متى أعطيه متى ما أعطيه أقدر أتابع ريبورتينج إلى آخر فجربناها وجدنا أكثر مشكلة عندهم الشركات إنه ما يقدر يدير عملية المكافأة بشكل جيد فأكثرها معانوة أول شركة جربت معامل وزارة أوكي تعرف أحد أنك يعني لا ما نعرف وزارة الصحة للأطباء والممرضين في كورونا التجربة كيف بدأت هما يستخدموا القسائمة الشرائية يستخدمها مع واحد من الشركات مع واحدة من الشركات الريتي اللي تجزي في البلد ويدفع فلوس ويوزروها الموظفين بعدين أنا كان عندي رهان كمكافأة إياه كمكافأة للموظفين أو الطباء طبعا بس المشكلة فين تعرف أن الجهة المتعاقدي معها موجودة في مدى محدودة بس وزارة الوزارة موجودة في كل مكان في البلد فماهم عارفين يعمل فما تكرر تصرف مكافآتك إلا فروع محدودة ما أحد يطلع من تبوك مثلا إلى الرياض عشان يصرف قسيمة بمئة رياض نعم شيء الثاني المهم أنه ما يقدر يعمل تتبره شيء الثالث المهم أنه الحقيقة المرة ترى حتى لو جاملوك الناس مو بالضرورة تأجي من القسيمة اللي أعطيتها هو الهدية اللي أعطيتها أنا كموظف ترى ممكن تعطيني درعا يروح أدع عليك نعم حقيقي لأنه نعطينا الشيء اللي نحن غني أعطيها مو الشخص اللي يبغاها فقلنا تمام أوكي ليش هذه ما نبني عليها تجربة مختلفة تعال أنت يا جهة أرفع البيانات يقولي هذه الأسماء من الموظفين اللي برسله وروحي أبني التجربة إنت نعم أعطيتها دراغن دروبس تيمبلتس ميلشي قوالب جاهزة قوالب جاهزة يدخل يقول مناسبة اليوم الوطني حين اختر القالب يحط على اللوغو تفاصيل يقول أوكي أنا أعطي مئة موظف كل موظف أعطي هدية بمئة ريال عنده خيار أنك تختاره أو تخليه هو يختار فحقيقة يضع يحدد الميزاني حقه ويقول أوكي أنا أختار بطاقة مرسول نون نعناع أي أن كان الموجودة أو خلي الموظف أو خلي الموظف طبعا توصل الموظف أو توصل المستقبل كموظف العميل توصلوا بالهوية بالتفاصيل بالأشياء واتلعب توصل بالتفاصيل فيقول أوكي مية خلينا أخذ خمسين نون وخمسين جرير يستخدمها يعمل لها كليم يستخدمها وتطلع له في براندد كارت هذا طبعا يستخدمها واخر بس أنت ما قلت صحة هم تواصلوا معك أنا ولا وقتها يس تواصلوا معنا كان على شغلة لها علاقة بالمجال هذا مكافات مكافات عن طريق شخص فجربنا معهم التجربة دي والتجربة هذه كتبناها حتى في وقت ما قدمنا عن مسابقة العالمين تجربة كورونا والناس فطلعت منها طلعت منها بيزنس قلي اللي نقدر أبني على البطاقات ما أقدر أبني على الورد حالو تمام أقدر أبتكر الورد أبتكر باقي الفوائدها مثلا للشركة أنه يقدر يتحكم بالميزانية يقدر يتبع يقدر يقول والله رسلتها المشهور هالمشهور أستخدمها ألا ما أستخدمها إذا ما أستخدمها ما تروح بلوزي لا يقدر يعمل يتحكم في الميزانية بشكل عام الميزانية إذا في عشرة ما أستخدموها شلها وعطا لها بالضبط فأنا أقدر أروح أقول والله عندي الميزانية مئة ألف الميزانية أبغى أوزحها على مئة موظف وبرسلهم خيارات قد يكون الموظف يقدر يعمل فيها تتبع على الميزانية على المصاريف على فين يستخدم على كيف يستخدم فينش داشفورد وريبورت والتقارير والشياء هذه زيدي الأهم فيها أنه بناء تعطي حاجتين قوة الاختيار للمستقبل المستقبل أنت ممكن تعطيني بطاقة من مرسول أنا ترى ما أبغى بطاقة من مرسول أنا أبغى حاجة ثانية فهو يسل الكليكشن والاختيارات كله وهو ذاك يختار يقول لي يقسم قيمة الهدية أو الهداء المكافأة ويستخدمها النقطة الأولى اللي هي فيها أنه يتيد تبني التجربة الخاصة فيك فأنت تحط اللوغو بالهوية بالمناسبة بالآخر فبدأنا هذا الشيء بعدين جربناها مع بعض مع واحدة برضو من الجهات الخاصة أرسلوها لكنيبوها يوم العيد يوم عيد الحج الساعة ثمانية الصبحة أفتكر كأنه قال ثمانية الصبحة أنا بأرسله وقتها ما كان في تجربة الجدول عندنا فهي الـ MVP تيستنج ما قدر أسوي في الورد ما قدر أرسله باقة وقلت لا تخرج ساعة ثمانية بالضبط في يوم العيد يوم عيد الحج الناس جاء ستذبح فقلنا وقتها ما كان في الخاصية فرسلناها من النظام فرسلناها أتمتناها ورسلناها قلنا الساعة ثمانية صبح وصل ثمانية صبح بعرفنا أن الناس تبغى جدولة وعرفنا أن الناس تبغى خصائص تبغى كده على نهاية السنة 2020 وجدنا أننا نحن عندي شوية مستخدمين للورد في الأفراد ومستخدمين أكثر لبطاقات الرقمية يشتروها سواء لأنفسهم لأولادهم أو لهدوها شخص عبر المنصة الموجهة لأفراد واستخدام أكبر في أقطاع الأعمال اللي يستخدموا منصة قلي للمكافأة والحوافز واباو إلى آخر تمام؟ في نهاية 20 قررنا قلنا خلاص هذا الورد نحن كانوا منتظرين بس اليوم زحمة الكورونا وتخف وكذا شت داون وقررنا وقتها في نهاية 20 أنه هذا الجانب نقفله ولأنه قررنا برضه أنه تعال أبغى أبني المنظومة كاملة أبغى أبني الدستربيوشن أو التوزيع في البطاقات للأفراد عبر التطبيق للشركات بشكل يعني في مكافأة مو فقط توزيع لا هو مكافأة أكثر النظام قلي هو أساس الشركة تدخل تشترك أو تدفع رسوم معينة للنظام فما بيع له البطاقات بمعنى أنه بيع البطاقات يقدر يعملوا أو ربط تكامل مع نظام الاتشار عند مهارد البشرية يقدر يأتمدوا مع نظام لإدارة علاقات العمل يقدر يحط فيه محفزات أو معينة يقول والله أنا أبغى أن العميل إذا اشترى كده فتوصلوا هدايا بكيمة كده فيدفع لي للنظام زائد البطاقات مصادر الدخل ثانية وحنتكلم عنها فقلنا ممتاز صار عندي في التوزيع عندي أفراد وعندي الشركات بس طريقة مختلفة ما أبغى وزع تقليل أبغى بني منتج في قيمة أكثر بس النموذج العامل مع الشركات كيف كان فيه اشتراك فيه سبسكريبشن فيه اشتراك على النظام بغض النظر عن عدد الموضغين بغض النظر هو يدخل هذا الو اشتراك قاله كاب معين وحد معين على الحسب كم بطاقة يبغى يرسل كم مناسب عنده إلى آخر الخصائص ومالخصائص وفيه حاجة ثانية سيرفس فيز إذا يبغى يضيف حاجة إضافية يبغى يضيف حاجة إضافية يبغى يضيف حاجة ربط مع نظام الإتشار وغيرها هل تتأخذونها كخدمة مستقلة اي سيرفس فيز لأنه يعتمد أنا أقدر أربط لك مع كل أنظمة الإتشار وتلاقي أنا حقيقة هذه أنا في أول أو ثاني ناس قررنا نعمل معهم ربط وجدنا واحد والله عندهم قال لي أنا عندي موظفين قد ماشي لهم ثلاثة أشهر ما تحدثت فياناتهم وبالتالي حتى دعوا ربطة معايا ما راح أستفيد حار لأنه أصلا هو أم القطاع والجهة هذه فعندك اشتراك الاشتراك وعندك سيرفس فيز بس تأخذ تصور نسبة من البطاقات غير البطاقات البطاقات هذا مؤخذها من التجار تلبط لا أأخذ كل شي أخذ كل شي بس أخذ أنا عندي عميل نهاي اللي هو شركة X شركة X بغض النظر هو عنده ميزانية وعنده يبغى سيستم يدفعلي اشتراك على السيستم ويدفعلي إذا يعني سيرفس فيز ورسوم خدمة على مثلا استخدامات أخرى يبغى يضيفها رابطه شي نعم وهو عنده ميزانية محددة يبغى يصرفها في البطاقات تمام بس معلش على وقت الميزانية أنت هذه الميزانية إذا هو يبغى يصرف بطاقات بقيمة ألف ريال لموظفين مثلا فأنت ما تأخذ من الألف المهترب لا أنا أعطيه سيستم المهدفعلي على السيستم سيستم فيز فأنت ما تكسب شي من الألف لا أكسب من الميرشن من التاجر هنا لأن التاجر أنت كشركة X رسلت بطاقات للموظفين أخذوها استخدموها بطاق أبو مي استخدمتها عند مجرف لأنني أنا أخذ نسبة منه أوكي في المجرف فمثلا بطاقة استهلكها في آيتونز أنتأخذ بالطب من آيتونز نسبة تختلف وقت قرر أنا أقول بما أنه في توزيحنا أنا أقدر في البطاقة أبتكن منتجات كثير وأعرف القطاع هذا جيدا يعني بشكل من بنية تقنية من شكل البزنس في كيف اشتعل اشتعلت في قطاع مالي فترة فأعرف كيف يتحرك فالناس اللاعبين اللي في السوق راح ينشغل عند استربيوشن فيه ناس قبلنا بعشرة سنوات ترى وشغال حلوي يوزع أنا أقفل له أنا حاتم أنا كحاتم أجل سلبة ما أبغى أبني حاجة موجودة كثير موزعين طبعا فقلنا أوكي نبني التصدير والإدارة وهو إلى آخر اللي هي المنظومة السامة احنا مسميناها النظام المتكامل حل قلنا أوكي طيب أنا عندي قبل ما أروح هنا لإصدار البطاقات في التوزيع ابتكرنا أشياء على أقلي فتعطقيهم للعميل ويقدر يدفع عليها تمام قلنا نطلع حاجة سميناها channels channels هي نفس البطاقات بس أعطيك هي تطلبها من API نرط التفليل لمين للقطاعات اللي عندهم التزام علي اللي هو مثلا قطاع البنكي قطاع البنكي اللي يطلع لك ليولي سيبرون نقاط ولا نقاط الولاء هذه تسجل الالتزام طبع فطبيعي أن نبحث عن شراتها عشان يستخدم معهم هذا الشي في طريقتين في طريقة أن يقول لك أدخل تطبيقك واستخدم النقاط هذه برقم الجوال وتعرف هذه موجودة نحن موجودة وغير في الطريقة الثانية أنه هو عنده في الماركت في ليس الداخلي أو في المنصة خاصة حق برامجها ولا داخل البنك داخل موقع البنك في بنك إكس عندك نقاط اضل على قسائم أنا أروح أعطي الـ API هناك الربط التقني بك الربط أقول له تعال هو يبغي يتخلص من الالتزام ويبغي يعطي العلم لحقه خيارات فأنا أعطي حاجة أعطي الـ API وأعطي الـ Access والوصول لقائمة الشركة دي كله فأعطي Single API أعطي API واحد أقول له روح هذا الدوكيمنت هذا بلاف هذا زي وهذا ممكن أن أعلنتوا عنها ربطكم مع الراجحي مثلا نمجر في تطبيقه الآن اللي الأفراد استخدمونه فيه نقاط أنا أجمعها حاليا في التطبيق وأقدر أصرفها هو من مصلحته زي أي تاجر ثاني أنه النقاط هذه ما تتراكم عندك لفترة طويلة طبعا لها تاريخ انتهاء في النهاية بس هو يحاول يحفزك تصرفها بسرعة طبعا ما تخليها عشان ما تستمر فأحنا نعطي ونشتغل مع الكبارات هذه مثلا موبايل كبارات تيليكم وقطعات الاتصالات والبنو فطورنا زائد أن نحن نربط مع أي واحد يفتح ماركت بلاي زي مرسول مرسول الآن تدخل مرسول تلاقي بطاقات صح فيه كاتيجوري وفيه خانة هذا عن طريق نحن نحن موفرين الـ API وقل لي مرسول تعال عندك الليست هذه اختار من الكارد وعرضها عندك فأناك ندستريبيوت زائد ثرو الـ API وعن طريق الـ API وفيه الحالة هل التاجر يحتاج يشتري البطاقات منك ولا مجرد مع العميل يشتري من التاجر في طريقتين أعطيك الجانب التقنية نحن نرابطين مع كثير عن طريقة الـ API فما هي كلها شراء وتعال اشتري وخزنها لا لا هي جزء كبير منها وهذا الجزء نحن نشغلين برضو عليه أنه أنا اليوم رابط مثلا مع لاعبين عالميين هذو اللاعبين العالميين عن طريقة الـ System حقنا رابط معي وـ System عندي رابط معه ورابط من لا تسي خلينا أقول لك مع مرسولة أو الراجحة أو بنكساب أو غير يعني يعمل ريكويست لاعبين نتكلم عن شركات عالمية شركات أمازون شفال يعني شركات عالمية يعني يوم عندي لفوق 500 شريك شغال معهم محلو عالمي ونحاول قد يمكن نحاول نربطها لأنه نحن نعرف نفسنا نحن نحاول نبني البنية الرقمية هذه أني أبغى أربط مع الجهات هذه أبغى أسهل منه ما أبغى هالطريقة تقليدية تعال حل فقلنا هنا في القنوات عندي أو في التوزيع عندي المتجر للأفراد أو التطبيق وكذا وعندي قلي لطورنا لمكافأة الموظفين استخدام البطاقة كمكافأة الموظفين لإضافة نقاط لها وإلى آخر وشانلس اللي هي واجهة برمجية أقدر برخة مع الناس اللي عندهم نقاط ولا يبغوا يستهلك يبغوا عملائهم يستهلكوها بشكل جيد أو مع منصات زي مرسول يبغوا يفتح ماركت بليس عنده ومنصة خاصة للبطاقات فنعطيها هذا هذا كله يمثل جزء واحد في السلسلة اللي هي إصدار إدارة توزيع و ريدمشن الاستهلاك صحيح بس قبل ما نتجاوز هذا أنت ما شرحت لي أنا لما أربط معاك في هل أنا أحتاج أشتر بطاقات مسبقا ولا أنه مثلا أول ما جينا طلب أسحب منك في الاثنين يعتمد برضو على الطرف الثاني وطريقة أقربته فأنا ما عندي تكاليف فعليا بعضهم يقول لك والله أنا ما عندي خاصية أنه مثلا أعمل لك خلينا أسميها أنه يجي الطلب ويروح يسحر من عندك أنا أعمل ركوست وأطلبها وأخزنها فيه واحد يقول لك لا أنا ريدي جاهز أني يعني يقول على الAPI وأسحب آه هذي أحنا اليوم ترى معظم التيم عندي مبرمجين إلى آخر طبيعة عملي عملنا بناء هذه الأشياء أكثر من أنه والله عندي بطاقاته وما عندي فقط يعني أحنا التوجه هنا يوم قررنا أنه نطلع من أنا أقول أوكي خلينا أنا أبني هذا الشيء ويبغالوا بنا أي تقنية جيدة ناس فهذا في 21 بدأت 21 وقررنا نقول في الربع الأول اجتمعت مع مجلس الإدارة وقرروا فيه ثلاثة خيارات أذكر كان هنا فيه خيار قبل حتى من قفل الورد شط فيه خيار أنه نصير ماركت بليس زي سلكات تطبيق التوصيل للورد هذا خير فيه خيار أنك تروح دارك ستور وكذا برضو للورد وانت تبيع ورد بس مومحا لا تتعاقد معها أنت أنت هذا خيار فيه خيار الثالث أنك تبني المنظومة الرقمية الخاصة بالبطاقة الاثنين ما تيجي معها حل الكرار أخذ دقيقتين ترى من المجلس دقيقتين قاله نروح بس هذه طبعا تحتاج وقته بناء تقني وهذه مختلفة حلو فأنا نتكلم عن تصدير الآن غطينا بالضبط أصدار البطاقات رسالة بالضبط في نفس الأسبوع طبعا القطاع الخاص بالكارب فيه جناح حلو ثاني في العالم كله اللي هو اليوالي تسولوشن عادة كثير من البطاقات اللي تستخدم هي يعني مو المضاد حلول الولاء حتى في العالم تلاقي نفس المنظمات نفس الشيء بكارب الليواليتي لأن كلها ترى تحت الليواليتي أو بطاقات الولاء هذه عبارة عن إيش عبارة عن نقاط جمعتها من رصيد استخدمته في حقيقة لها قيمة الآن فهي دائرة هي نفسها بفضل أن تصرف جمع نقاط شم تصرف فإنت اليوم عندك تقول والله هذه بطاقة فيها مئة ريال هذه بطاقة مسبقة الدفع شحن صح أعطيك فيها مئة هي بطاقة مسبقة الدفع هذه بطاقة إذا استخدمت بمئة ريال حتى يجيك مثلا عشان نقاط تعادل كذا كذا فبرضه رصيد ما لي فهي مكملة لبعض في نفس الأسبوع اللي قررنا نقفل الورد استحوذنا على شركة خاصة ببرامج الولاء في السعودية شركة سعودية مختصة أكثر بقطاع سميها الكطاع اللي الناس يتردله بشكل عالي للمطاعم المقاهي صواليات تجمل الأدية الرياضية بحيث أن هذا السوق أبغى قدر إن كان أولا مهم مغطى بشكل جيد في أنظمة الولاء أنظمة الولاء كثيرة على البنوك على الطيران فنادي بس هذا الكطاع مهم مغطى بشكل جيد هذا أي سنة؟ هذا في 21 أنا أحس إن شاء الله ما أدري هي سنة هذه أو سنة كل أسبوع طالح ننظمه لها جديد أدحي بس سيدة السوق ضخم جدا أنت تتكلم عن المصروف في الأسبوع في السعودية كما على القطاع المطاعم والمقاهي والقطاعات هالي فقلنا هذا أولا ما في كثير وقال الثاني أني يكملني أني يكمل المنظوم حني لأنه تصدر نقاط زي أنك تصدر بطاقة نفس البروسيس نفس الطريقة ففي نفس الأسبوع اللي قررنا نقفل الورد هو نفس الأسبوع اللي استحولنا فيه على الشركة هالي وشطبنا وقلنا خلاص إحنا رسال 3.0 ورسال 3 اللي ما فيها ورد غيرت المكتب نقلت الموظفين أكثر شيء كان متعب أنك تقنع الموظف اللي كان أهمه اليوم أن ينتصر على محلة ببرد عسين يسألوا الطلب ولا لا اليوم الثاني يلاقي عنده ملف في شراكة مع شركة أنظمة أولاء درب مع منظومة إصدار البطاقات ذهنيا كان فيها تحدي كبير خاصة اللي ما كان عندهم تجارب وكذا في نفس الأسبوع طلعنا أقفلنا موضوع البرد في نفس الفترة وقررنا أن يبني منتجين أول منتج اللي هو سمينا Xcard ما قدع لنا عنه بس يستخدم Xcard هو سمينا X أي حاجة كارد أي حاجة بطاقة حل؟ يعني النظام لإصدار البطاقة ليش؟ وحنا نشتغل في التوزيع والهذه والأنظمة والإشياء والربط وجدنا أنه كثير من حتى قطاعات التجزئ مطاعم مقاهي سميس كما شئد كيف يصدر البطاقة؟ هو يطلع كود يحطه على Excel ويرسله لك يطلع كود هذا ما هو encrypted ما هو مشفر ما هو مشفر أدف اللي هو استعمال يعني لو واحد ابن حلال يأخذه يروح استخدام حين ما هي مرتبطة بمنظومة متكاملة فيها الاستهلاك فيها فيها إلى آخر ما هو عارف طب صدرت البطاقة إيش هل سوى؟ طب صدرت هذا الرسيل نفترض بأنه بطاقة قسائم شرائية طب كيف هتوزيها؟ كيف فقدر أنه كي نسوي Xcard كأن Xcard هذا عبارة عن منصة مربوطة في التوزيع عندي فأنا عندي جانب هنا طبعا Xcard وبونس اللي استحوذنا عليه حق الولاء هي تخدم قطاع التجزئة والتجار اللي يبغي يدخل فلوس فهو يصدر بطاقات عشان يبيعها عبر النصات حقا عشان يدخل فلوس حالو تمام؟ وبرنامج الولاء برضو يساعده أنه يدخل فلوس عبر استعادة العملاء ويرجعهم كلا في كله Xcard أوكي إيش هل سوى في Xcard طيال Xcard نطلع نظام أو منتج واحد يساعدك أنك تصدر بطاقات Encrypted واو طاقة شحن طاقة زي بطاقة مسبقة الدفع كاملة وتحدد في أن تستخدم في شبك حقك لو أنت عندك فروع رابط مع الكاشير سيستيم أو الـ POS أو الى آخر مثلا دفوعات حقك وتقدر توزيحها عبر المنصة حقي سواء تبغاها للأفراد تبغاها عبر تظهر في قلي وتظهر لشركات الكبيرة جوز من المكافات حق المنظفين أو عبر القنوات channel API بحيث أنا أوصلها لك لمصرف X ولا البنك الفلاني ولا هنا آخر قلني X card هذه تعال أنت هتستخدم هاي شركة X تطلع منها بطاقات وتوزع منها البطاقات وتعمل صفحة خاصة لداخلية ممكن عندك على سب دومين ولا شي داخل موقعك إن الناس تقدر تعملها ريبيب هنا أو استهلاك هنا استهلاك هنا وصلى الله أبارك نظامها بسيط في اشتراك وفي رسوم اصدار على كل بطاقة شحن نعم أوكي ففي كل بطاقة تصدرها أخذ عليك رسوم معينة نسبة مبلغ ثابت نسبة نسبة من قيمة البطاقة بس ليش موقع نسبة البطاقة وليش ما يكون من قيمة البطاقة لا يعني أنا بطلع خمسين بطاقة شحن كل واحدة مئة ريال أو بطلع ألف ريال فالمفرن بيكون مبلغ ثابت أنا بصرف الفلوس هذه في الأخير شوف فيها أقوال كثيرة فيها فيها طبعا أكثر من نموذج فيها في بعضهم نشتغل معهم سيت اوفيس بقى يقول للنظام عنده سيستيم معقد بس التفيذ أرزهم تأسيس أرزهم تأسيس وبعضهم اشتراك وبعضهم فيه ثلاثة نماذج كلها كلها تشتغل في العالم وتشتغل عندنا وتعتمد برضو على الطرف الآخر فأنت عندك التنوع في كيف تتنوع في طريقة المونتايزيشن بس بالنموذج هذا وأيضا في النموذج الأول اللي ذكرته اللي هو فيه قلي قلي كيف تعالج مشكلة الالتزام ما لي عندي كانت تجاه الشركات هل تأخذونهم مقدما قيمة هو دفع هو حدد ميزانية عنده وصول للميزاني حق واضح هو الآن الميزانية حقته 100 ألف مثلا البطاقات سواء بطاقاتي بيصدرها كبطاقات شحن عملاء ولا بطاقاتي هذا عميل مستخدم يبغى يكافئ فهو يبغى يصرف هذاك يبغى يدخل الفلوس هذا عادة إصدار البطاقات اللي قطعت تجزئة هو محل تجزئة يبغى يصدر بطاقات نخلناها في الحالتين في الحالة المكافئات هذا الشركة اللي تبغى تكافئ موظفينها بمجموع بطاقات مجموعة قيمتها مثلا 100 ألف هذه الميزانيته هل يحتاج يعطيها مقدما يعتمد برضو هو ببعض الجهات يجيك يقول لك أنا عندي مناسبة وحدة وبكرة المناسبة وهذه الميزانية حقي وحطها عنده وصول وحط القيئة الميزانية واشتغل بطاقات وارسلوا طريقة معينة وخلوها فيه واحد ثاني يجيك لك لأنا عندي اللي جزء من الثقافات ومع المكافئات وبذات الشركات اللي فيها أبيعات كثير ويعني عندهم فريق أبيعات يعطي حوافز كثير في عادة نحط خطة سنوية يقول لي أنا ميزانية السنوية لأغلب ما يدفعها إنه من أول يوم ومقدم من أول يوم ويقسمها ربعيا بس هل تصير يعني تحصل منه يعني هم تخيل الميزانية حق تخيله خلال سنة بيصرف مليون معك طبعا البطاقات هذه وقال لك أنا بحاسبك بشكل ربعي هل بديتك الربع يعطيك الربع مليون طبع فأنت ما تقلو بتصير الالتزام عليك بتحاول تحصل المبلغ لا 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 أبدا 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 فهذه في مكافات الموظفين الحين في إصدار البطاقة إصدار البطاقة هو بيصدر بطاقة لها تعريف معين يصدر البطاقة بسيط وقال أنا عندي والله بصدر ألف بطاقة كل بطاقة قيمتها مئة ريال بمئة ألف تمام في المئة ألف هذه خلاص يصدرها ما يسمعها كإراد عنده في القائمة المالية ما يسمعها كإراد إلا إذا استخدمت إيش أعنده أو انتهى التاريخ فهذه الالتزام هو عنده للناس اللي بيستخدم طاقات أنا أعطي السيستم أنا ملتزم بالسيستم مو بالمبلغ حقك تمام فزي بطاقة الشحن بطاقة الشحن لها رسيلة لأن لو أعطيتك بطاقة الشحن بيعطيها منك وما استخدمت ما أقدر أسجلها عندي كإراد حقيقي إلا إذا استخدمت أو انتهى في صدر بطاقة ولما يصدر بطاقة يقول لي حاتم تعال نبغى نوزحها برضو عندك ونبغى نطلحها فيه API هنا رابط وكنا كل المنظومة حينتي فيقول أوكي أبغى أبغى وزحها وزحها في طلحها من أقصد وحقيقة شيء في النقطة دي الأغلب في المنطقة هو تطبيق مرجر يبيع بطاقة ما عنده فهم عليه وكثير من المتاجر هذه جزء منهم ترى يتعامل معنا إن نحن نعطي مثلاً API نعطيه واجهة برمجية أو شيء النظام الخامس للشركة اللي استحولنا عليها كانت منتجين في واحدة عشيان تركيزنا Xcard والPonus Ponus هي زي ما قلت لك خاصة بقطاع الفود والقطاع المأكولات والمشروبات المطاعة حيث يقدر يجمع النقاط من هذه الأشياء فاستحولنا عليها الهدف إن أنا أبغى أدخل للقطاع هذا بشكل كبير اللي فيه تداء يعني استخدام عالي وأقدر أطلع منه إيرادات جيدة أو أقدر أحلب monetization بشكل جيد طبقاً فاستحولنا على Ponus Ponus هي منصة خاصة بأنظمة الولاء نظام الولاء قريب من إصدار بطاقة لأنه في الأخير هي أصدار نقطة لها قيمة النقاط خاصة في المحل نفسك بالضبط أنتك تستخدمها عندي فأنت تدخل بهذا سكان يطلع بطاقة يستخدمها Apple Wallet ولا غيرها ويستخدم النقاط يجمع النقاط يستخدمها في أحنا نسميها Closed برط في الشبكة حقه الخاصة العميل النهاي محل الورد ولا محل القهوة ولا إلى آخر طبعاً كل هذه المنظومة عندي صح أنا أقدر أقول لمحل الكافي اللي يطلع بطاقة تخذ معها Xcard ويطلع بطاقة برط غير بطاقة ولا بطاقة قسائم وطلحها وتقدر تفاعلها برضو على المنصات اللي حالي فأنا أقدر أعمل Cross Sales وأبسال أو يستخدم ببعض مباشرة أنا تقول له تعطي مثلاً نقاط اللي يشترون منك في المحل وأيضاً تعطي لهم بطاقة هدايا لو أرون يهدون كوبقا والحطاني وهدي كوبقا وتبغى تطلع أنت عندي محلات كثيرة تعال إيش رأي أنا أطلحها برضو للمتجر عندي أقدر طلح لـ 250 شركة معقلي معقلي أقدر طلحها القنوات اللي أنا مع البنوك أنا الآن نشتغل بشكل مباشر أو غير مباشر مع تسعة بنوك مثلا من أصل 11 أو 12 في البنوك في البنوك فأنا أقدر طلحها لك فهذه كلها فيها أبسال تقدر تدخل منها مصادر دخل عالية سؤال نموذج اشتراك ترفع المبلغ ليدفع العميل بذضر من كلها الخدمات مكملة وتعطي قيمة نهائية في الأخير فهذه تقريبا المنظومة طبعا بونس في النظام الاشتراك فيها أساس أكثر والبرمجيات كخدمة فهو النظام الاشتراك أكثر من أنه أخذ ترانزاكشن فيز أو كده عليه ورسوم معينة على كل عمليات واستخدم فتقريبا اليوم أنا عندي هذه الخمسة المنتجات يتكمل البعض كلها مربوطة بنيا رقمية كل الفريق عندي بنايناها من الصفر ما في أي حاجة رحنا خذناها أو تسورس ولا شيء ما هو النسخة الأولى حق زاقير وأنه ما تقدر تعمل هنا في أرصدة وفي فلوس وفي حركة مالية وكذا فتبغى تبني منظومة متكاملة آمنة وتقدر تشتغل مع اللاعبين الكبارة والشركات الكبيرة بشكل جيد جدا حلو جبني السؤال المهم طبعا نتكلمت أكثر مرة عن open loop وclosed loop ودي أترحها بشكل بسيط بس الclosed loop أو حلول الدفع لclosed loop أو الدائرة المغلقة نترجمها بالطريقة اللي هي أي بطاقة تصرفها في شركة معينة فقط ما نجل تصرفها في نقطة محددة يعني بطاقة 100 ريال حق مقهى معين فقط ما نسمونه حلول تصرفها هي ما نجل تصرفها في أي مكان بس هذه تكون مثلا البطاقات حق بطاقة البنوك بطاقات المحاف برقمية هذه غالبا تحتاج ترخيص أن القيم هذه تقدر تدفع فيها في أي مكان الآن الدائرة المغلقة هذه أو الحلول الدائرة المغلقة ما لها تشريعات أنها نهاية فلوس حتى لو أنها لها عدم ومانعة ولها متطلبات معينة نعم بس الأغلب في السكتور ما هو ما هو فاهم ما يتعامل معها إنها فلوس أصلا ويتعامل يتعامل معها أي إكسل شيت ويحط فيه هذه صارت يعني كثير يتعامل معها بالشكل ذا ولها يعني خطة بواعدة ومانعة وإذا بتستخدمها داخل لها تشريعات محددة غير التشريعات الأخرى المتفضة بالأوبين المستخدمة ما لها ترخيص ولا لها شيء تدخل عادة تحت فيه جزء منها تدخل تحت المحافظة الرقمية أو شيء وفي الأخير رسيط وتخزن وكذا ونعم وتطلبت مجال الأمني شهادات إلى آخر وهذا اشتغلنا عنها عليه كثير يعني فيه تقاطعات مع أجهات الأمنية ما أعرف والله ما قد صادفنا حاجة زي كذا يعني ما فيه ما أنطلب منكم شيء تقارير شيء بحيث لا حاليا لا ما فيه شيء بس عادة العالم هذا يحصل فيه اختراقات يحصل فيه زي أي قطاع ما لي فيه لكن نحن ما أفتكر يعني اشتغلنا مع جهة معنى العالم وتطلبات معين زي كذا بس زي ما قلت هي الأوبن لوب العفو الخلوز لوب تقدر فيها عالم كبير جدا يدخل فيه استخدام حتى مثلا في اليوم يعني يوم أنا عرف أقول للشباب إنسى موضوع سيستيم قلي وكذا وسيستيم مدريش وفريق وسكواد تيم وإسان زحمة ذي كل أنت اليوم بديل للكاش أو بشكل آخر أكبر مشكلة يعني إنه هذا اللي بيهدي وبيعطي مكافأة للمعرض هو بيتأكد إنه وصلته واحد بشكل اللي بغير اثنين واستخدم وليش يقول كده لأنه حط ميزانية حط فلوس فأنت بديل لهذا الشيء لو جيت اليوم أخذت القطاعات في البلد عندها مشكلة فهذا شيء أطوغ له ما يقدر يطلعه باللوب صحي ما هو بانك ولا خدم مصر شركة فنتك ولا هو يعني فاهم أو مستوعب إنه في حلول ممكن تكون متاحة فتلاقي مثلا قطاع الجمعيات الخيرية قطاع العقار التطوير العقاري التطوير العقاري اللي يسوي مجمعات العقارية وبيعطي مكافآت الناس اللي تشتري من عندهم مثلا قيمة الأثاث 10 ألف أي كيف يعطي كيف يعطي أقول كيف يسوي فواحدة من الحلول حقه البطاقات هذه أنا أقدر أعطي أقول تعال هذه شركة تطوير العقاري نشتغل مع بعض أنا أعطي سيستم المنظومة إنك أنت تطلع بطاقة سميها بطاقة X اللي الجهة حقه والبطاقة هذه تستخدم في هذه الشبكة في شركات معينة نعم نحن نقدر نسويها اليوم نحن اليوم لو عطيتك بطاقة معينة دخلت رسال سيبطاقة الشاية بالضبط إنك تستخدم البراند تسيبطاقة الفطيم مثلا في الإمارات كل الأمان تجارية بالضبط هذه مفتوحة جدا إنه في نقاط محددة أقدر أتعاقط فيها نفس الشي اليوم اليوم أقدر أقول تعال قطاع العقار أنت اليوم أثاث أنت بغير تعطي الأثاث الأول فأنا شغال مع المنية شغال مع إيكيا شغال مع هوم بلاس هوم سنتر فأنا أقدر أعطيك بطاقة سميها بطاقة المفروش أنا أطلحها وأقول لك هذه خذها تراها للعملة أنها حقها كدر يستخدم في هذه البراند لأن أنا أصدر معها وأنا أقدر أعملها رابط وإلى آخر وقدر أسميها بطاقة رسالة المفروش بطاقة رسالة للألعاب أي نحن ومستخدم في النقاط هذه وفي نفس الوقت يقدر يتبع ويقدر يشوف والله أعطيت هذا يستخدم أستخدم يقدر تحلل المشكل نفس الشيء عن الجمعية نحن اليوم نشتغل مع الجمعية طلعناها سميناها رسالة الخير ونفس ونفس المنظوم بس تعريفه ونقول تعال يا جمعية طلع بطاقة بطاقة جمعية فالبطاقة طبعا وحدة بمشاكلهم أنه اليوم يعطي كسوة العيد هو ما هو عارف أنه ممكن كسوة هذه ما يستخدمها المستخدم النهائي المستفيد يعني أو المحتاج أو قرر أنه يقول لك والله يعطيك هي قاسيمة تستخدمها في بندة خلينا في ناس يبيعها على حراج القاسيمة نص القيمة حقيقي 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 فتقول تعال خذها طلع بطاقة سمها جمعية X هذه البطاقة يقول أنت بخير تستخدمها في بندة في العثيم عبر رسال ووزحها واستخدمها فتقدر تعمل فكانت إهداء ور بعدين طلع أنا قفت بعدين شرنا كلمة قفت صارت بطاقة بطاقة هذه لها استخدامات كثيرة استخدام للبرامج الولاي استخدام للمكافات استخدام للحوافز استخدام لإدارة المنظومة كاملة طلع هذا الطلب مننا جهد كبير بلدت في 21 و22 إنك تعيد بناء تتعرف الدين التقني شيء هو الدين التقني الدين التقني فتيجي بفريق وتقول لهم اسمعوا إحنا كنا ورد قدر الله علينا وقلنا بنغير فلما نشوف المنظومة السباكت تيكوتا الكوتا اللي ملخبط فتقول له تعال إحنا نيبغى نسوي منظومة كده البرمجة تشوهت مع الوقت نكثر بتغييرات طبعا طبعا هذا فيه توصيل ومدريش ونوع الورد وسعر وهذا عالم آخر فخلال سنة إحنا بننا فريق من الصفر جديد انجينير حدف انجينير رئيس برمجية مع الفريق الخاص في توظيفهم والتحديات نتعرف وقلهم أعملوا إعادة بناء للسيستم كامل ميجريشن وريمجينيرين ومايكرو سيرفز والخدمات الصغيرة وإلى آخره خدمة خاصة بالقسام خاصة بالأرصدة خدمة خاصة الوالد وما الوالد محافظ خدمة خاصة بأشياء كثيرة قسائم إلى آخره بالمدفوعات وعشان ماكرو سيرفز تربطها مع المنظومة حقي تعال ابنوها وفي نفس الوقت أبغاك تكمل على هذا السيستم القديم يبقى شغال نرقع فيه لين ربك يسر وتطلع لخمسة منتجات هذه وبدون أحد يشعر كم أخذ منكم وقت إحنا بدينا هو 21 عملنا الميغريشن على تقال من السيستم سنة وثلاثة شهر وف يعني كل المنظومة هذه ما تنفع فأولا لا يمكن هم أصحاب البورق قرر يسولك محطة منزيل طبيعي نادر ما تلاقي إنه يقدر يتحول تغير كل شيء طبعا فتجيبنا تعالي أفلان أنس العمود ينضم لنا مجموعة من الشباب ونقال له هذا وعلى أقول لأناس يقول حاتم جابني عندما حال ورد حاطبوا عليه لوحة واكتبوا عليها بنك يتعامل معه في شكل ده فإنك تجيب توظف مبرمجين وتوظفي منتجات بروداكت إلى آخر توظفهم وتقنعهم تقولون تعالوا ابنه المنظومة هذه بالشكل ده أي سهل حلو بس فيه نقطتين بختم فيها معاك الأولى اللي ممكن ما غطيتها في البداية اللي هي النسب عادة في البدايقات كم اللي تكون تابعة لشركة عالميين زي آيتونز تتراوح على حسب الشريك وكذا خلينا أقول لك اللي يأخذونها منك ثلاثة إلى عشرة في المية خمسة عشر في المية بحسب بحسب نوع لأنت تستفيد منها أم لا يستفيد منها مثلا هي قيمتها مية تكلفتها مثلا عشرة تسعين ريالة بين ثلاثة في المية لعشرة في المية وبعضها توصل لبعض القطاعات قطاع للعاب وكذا يوصل لثمانة عشر في المية هذا في السوق المحلي يعتمد على القطاعات في القطاعات التجزية اللي هي اللي فيها القطاعات خلينا نقول لك الخضار والكروسيري والأشياء دي هذا إنه ومش بسيطة الاثنين ثلاثة في المية في قطاعات المرتبطة بالمأكولات والمشروبات النطب هذه توصل إذا يعني ثمانتاشة عشرين في المية نسبها فكل شريك حتى إذا كان شريك محلي أو عالمي أخذنا على المحليين بشكل أساسي تأخذ منهم نسبة نحن نأخذ نسبة وهذه النسبة من اللي يراد عندنا ولكن حقيقة أكبر شغلة هي القيمة المضافة اللي نقدر نأخذ عليها مثلا قلي نأخذ اشتراك واوا إلى آخر أكس كار برضو نسبة الإصدار والاشتراك برضو بونس مختلف لأنه نظام الاشتراك فقط نشترك فيه عشان يصدر أن نقابل كده تشينالز برضو نشرج على موضوع الربط والربط التقني ففي تقريبا سبع مصادر بس كإراداتكم مقارنة بالوردة تصور هل هي أفضل أم أنكم كانت تبنون شيء على المدى البعيد الآن أعطيك معلومة جيدة يوم قررنا في نهاية 2019 كان يمثل العالم الرقم الديجيتال كارد عمدود 65% من الورد كإرادات كإرادات أوكي في 2020 95% فالورد تعرف AWS كيف تبعنا صح؟ تلس حمازون يشتغلوا على الماركت بليس وهم جالسين ابنوا AWS بعدين قالوا احنا عندنا AWS هذا الشيء اللي صار احنا في 2020 وانا خلي الورد لا تطور في شيء بس العالم يطال أنك ورد بس جايس تطبخ عاجب بنينا هف عشرين عشرين كملنا عليه وعده عشرين وعشرين لا احنا إرادات البطاقة الحلوية الرقمية كاملة لا ها بأكثر بأكثر من عشر 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 وبعدين صحف في البطاقة ممكن ما فيه هوا مشروح زي كده لكن في الأساس تعرف الإرادات المتكررة نرام الاشتراك غير إنك تقدر تبني عليها منظومات كبيرة عطيك مثال بسيط بس حاجة بسيطة اليوم واحدة من الحلول اللي نفس قليل نفس المنظومة نربطها مع حلول التمويل اليوم حلول التمويل اللي هي مثلا قلينا قلنا قلنا شركات التمويل المايكرو هذه قصة الصغيرة يبغي يعطي تمويل لشخص بألفين ريال كيف يعطيه عنده ما يبغي يعطيه فيزا ماستر يبغي يعطيه بطاقة مستخدمها مع شريك X عشان يعرف أن يستخدمها لألفين هذه الجوال طيب احنا نقدم للحل احنا نربط معها بالنسبة لي هو قنا أنا طلع للبطاقات وتدخل اليوم بعض المنصات تدخل تلاقي تاخد قرض بألفين تطلع لقائمة البطاقات خلاص ألفين استخدم فهي واحدة من حلول التمويل فلك أن تتخيل حجمها في السعودية حجم هذا في السعودية المستخدم بشكل عامل نشتغل فيه كامل أكثر من 10 مليار دولار في السعودية ما قلت سمع فيه صراحة طبعا أنا ما قلت سمع فيه وقتها إلى أن دخلت المستخدم في المكافأة يقدم ما بين المكافأة الرقمين مقدمة بين 10-20% من هذا يستكلم مليار مليار دولار في السعودية فقط على النقاط الولاء وحجم النقاط الولاء والاستخدام فيها 3.4 مليار دولار كان على السنة هذه والسنة القادمة فحجمها ضخم جدا في العالم زي ما قلت تلك 1.7 تريليون فحجمها ضخم وهي صح بدأت يسمها لكن هي بطاقة محددة للاستخدام تستخدم في أشياء كثير بديدة للبطاقات المفتوحة وين ممكن تروح من هنا في شوف إحنا هل ممكن تروح مثلا الـ Open Loop بل هذا الشيء هذا جزء من البلانس جزء من الخطة نحن نروح بس ما رح أروح إذا كان قدمت قيمة أعطيك حاجة إحنا اليوم اليوم نشتغل مع أعطيك الأرقام بشكل عام نشتغل مع أكثر 250 جهة 150 عميل شركة شركة هذه تعطيني وصول لأكثر 15 مليون يستخدم الخدمة بشكل مباشر وغير مباشر وعلى الآب والتطبيق تقريبا 300 أو 400 ألف وعلى على المشركات اللي يشتغل معهم 500 زاد 500 هذول يعطوني وصول لأكثر من ألف علامة تجارية طب هذه شبكة نتور كيفكت أنا اللي جلس بالجلس اللي بني إنه كيف إحنا نقدر نطلع حاجة بعدين تعطي قيمة في الشبكة دي فأنت اليوم أقدر أطلع لك بطاقة قد نقول طاقة الرياض طاقة الرياض تستخدمها في الرياض تجمع فيها لقات تستبدل حينها ما أبغى أعمل أوبلوب اللي هي اللي عادية لن تخلق فيها قيمة ضمن الشبكة حق سون قيمة للمستخدم النهاي أو قيمة للشركة تعرف شركات ترى فيزا وبدت بشبكة محدودة وحطت بنزين بعدين توسعت وراحت شبكة فهذا جزء من الهدف إحنا نبنيها بس لازم يكون فيها قيمة مقدمة لازم أنا أعطي بكرة أنا بكرة أنا بعطي ولدي بدل ما أقول له خذ الفيزا بقول له هذه بطاقة تستخدمها في الألعاب هذه وتقدر تطلب منها من هنجر ستيشن بس وأنا أشوف أعرف وأقدر عمل توبوب مستقبلا فيها وأحدد له كيدس كارد سكول كارد وأي إن كان نوعها أبغى هذه هذا جزء من الفيزين حقنا إن إحنا أكبر شبكة إحنا رابطين يمكن مع كثير من أنظمة المدفوعات والبي او اس فوديكس ومارين وغيرها وعندي وصول لهذه كلها فإحنا قد يمكن نحاول أن نكون API driven أو يعني نحاول أن نبني منظومة لواجهات برمجية رابطة مع الجهات هذه كلها وببناء عليها نقدر نطلع بطاقة ونطلع أي منتج يخدم الأطراف هذه يخدم الشبكة يخدم تصير تنافس بطاقات مسؤول الدفع بشكل مختلف طبعا أقدر أطلع له أقول له والله هذه البطاقة إذا استخدمت جس كليك نقاط تقدر جمع منها أقدر أقول له والله هذه البطاقة اسمها أي حاجة أنت تقدر اليوم تقول هذه اليوم أنشغلني عليها في الرسال تقول هذه بطاقة أبغى سميها بطاقة العق أو البطاقة المصروف حقه بني بس أبغى يستخدمها في نقاط محددة تدخل رسال في بطاقة رسال اليوم لاحقا في بطاقة رسال تقول والله هذه البطاقة تستخدمها 1-2-3-4-5 وترسلها تهديها لولدك يأخذها يضيفها في الولد ولا ينزلها ويقدر يستخدمها في هذه النقاط بدلا ما أعطي الفيزا وأعطي الماستر كارد وأعطي البطاقة الثانية وروح تعال وهذه ترى مشكلة حقيقة حتى في السعودية كم واحد عنده أكسس للبنك أو كم واحد عنده وصول أصلي أنه يطلع فيزا وماستر كارد أولا أو أنا هسمح له يطلع أنا مثلا ما أبقى يطلع لوالدي حتى لو قدر يطلع بطاقات مسوفة الدفع قد يكون في قيم أنك تعطي شيء مقيد بالضبط مقيد واستخدم في مكان معين ويقدر يتبع ويقدر تعمل عليه نقاط وقيم مضافة أكثر تقريبا هذه الأشياء اللي نحاول نبنيها يعني هذه المنتجات ما رح نطور منتجات جديدة بقدر من نحاول نستفيد من المنتجات الحالية اللي عندنا تقريبا خمسة منتجات شكرا لكم وشكرا لفريق العمل عبد الملك أهل سعيد في إعداد هذه الحلقة ياسر الغان مخلف الكاميرات في التحرير مرامض بيبان في الهندس الصوتية عبد العزيز المزي وفي الإشراف على الإنتاج صالح باسلامة هذا البودكاست والف بزنس أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع